موسم انتخابي يعيد للواجهة من جديد ضرورة مناصرة المرأة وفرض حضور سياسي لها في كل الهيئات والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية يقارب 54% من المسجلين في اللوايح الانتخابية نساء والناشطات في الحملات وفي التسجيل وفي العمل السياسي نساء استغيبوا تغييبهن وهذا رغم الإرادة السياسية لسلطات الولياء للبلد دعوة رئيسة المرصد الموريتاني لحقوق المرأة كانت منطلقا لحراك حقوقي تقول القائمات عليه إنه مبرر في ظل محاولات تغييب نصف المجتمع والذي أثبتت الحملات الانتخابية الماضية مستوى الاتماد عليه وفي الحقيقة المرأة الموريتانية ما هي بأي حالة لا هي تقبل أنها تغييب سياسيا إلى موقع بتداريا والقيادة عندها توصية على أن المرأة تؤدي شريك في كل شيء لأن السياسة التي أدلها المرأة الموريتانية والتصويت التي أدلها المرأة الموريتانية وانهارات الانتخابات تشوف ولا لمرأة الموريتانية الحراك تبنته الجهة الحكومية الوصية على شؤون المرأة والتي تعاهدت بالعمل على أن تكون لها المكانة المناسبة في هذه الاستحقاقات لجنة وطنية المستقلة الانتخابات هي هيئة مستقلة نحن كحكومة لدينا الحق أن نبحث عن مناصرة لقضايا المرأة ومن هذا المنطلق هو الذي قامت به مع الوزيرة المكاتبة استلامة رد لجنة وطنية المستقلة الانتخابات أشفع تلك الرد بلقاء أيضا معها وسنقوم بتوفير المناصرة على مختلف المستويات لتكون المرأة حاضرة لتبوء المكان التي تليق بها في العملية الانتخابي ورغم كون المرأة تمثل 52% من الشعب حسب آخر إحصائيات معلنة إلا أن تمثيلها في البرلمان والحكومة ما زال في حدود 20% في الوقت الذي تسعى أهداف الألفية للوصول للمناصفة في أفق 2030 مع كل انتخابات تتجدد مطالب النساء برفع حصتهن من المناصب الانتخابية والإدارية لتحقيق أهداف الألفية ورغم ذلك تبقى النسب بعيدة من الهدف الذي تم تحديده طيب الرغم الحرة نواكشوت للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الآن من نواكشوت عائشة هارون الشيخ سيديا رئيسة اللجنة الوطنية لنساء حزب حوار أهلا بك معنا سيدة عائشة نفهم منك أكثر أسباب غياب ترشح المرأة في الانتخابات الرئاسية هذا العام في موريتانيا تعود وتنضم إلينا من جديد من نواكشوت عائشة هارون الشيخ سيدا رئيسة اللجنة الوطنية لنساء حزب حوار أهلا بك معنا سيدة عائشة بداية إن كنت تسمعيني أسباب غياب ترشح المرأة في الانتخابات الرئاسية هذا العام في موريتانيا. ما هي هذه الأسباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين. المتحدث عائشة هارم الشيخ سيديان. مسؤولة النساء في حزب حوار. وهو حزب من أحزاب الأغلبية. الداعمة لفخامة الرئيس الرئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني. بداية أشكر قناة الحرة على إتاحة هذه الفرصة. المرأة في موريتانيا تحظى باهتمام كبير مكنها من تولي مكنها من تولي مختلف المهام. والمناصب في الدولة. خصوصا في السنوات الخمسة الأخيرة. فمثلا في الغرفة التشريعية تم تخصيص لائحة خاصة بالنساء تترشح من كل حزبين. إجبارا. وهي لائحة من عشرين امرأة. سيدة عائشة لكي نستغل الوقت. الدوائر الممثلة. ولكن أعذريني على المقاطعة. لنفهم منك صورة الوضع أكثر. سيدة عائشة. لماذا الهيئات الحقوقية الآن في موريتانيا هي التي تطالب بحضور المرأة في الانتخابات الرئاسية الآن؟ ألا توجد قوانين ربما هي من تفرض وجود المرأة في الحياة السياسية داخل موريتانيا؟ وفي الدوائر الممثلة تمثل المرأة بشكل كبير عبر ترتيب رجل امرأة. وعندنا كذلك في المجالس الجهوية التي تم استعدادها مؤخرا. تتولى رئاسة المجلس الجهوي للعاصمة امرأة. حزب حوار الذي ترأس لجنته الوطنية للنساء. هذا الحزب تترأس مرأة. وخلال حوار 2023 اقترح حزب حوار إحداث لائحة للشباب. وتم تمثيل المرأة في هذه اللائحة. مساوك مع الرجل. أعذريني سيدة عائشة هارون الشيخ سيديا. رئيسة اللجنة الوطنية لنساء حزب حوار. شكرا جزيلا لك.